قمة مغربية جديدة سيكون مسرحا لها من أبو رادس بضواحي العاصمة التونسية ونصور قرطاج يستضفون أسود الأطلس في ديربي مغاربي لا تختلف أبعاده ودوافعه عن اللقاءات الرسمية النغبة المغربية وبعدما فكت لغز الكاميرون وبعدما عبدت الطريق لنهايتك السفرقية للأمم ستكون مساء اليوم في محق حقيقي أمام منتخب تونسي عنيد ومتمرس يحتل المركز الأول على السعيد الإفريقي في تصنيف الفيفا وكان قد ترك انطباعا حسنا الجمع الماضي بالرغم من هزمته أمام مصر في إطار تسفية كأس إفريقية للأمم وفي ظل الغيابات العديدة للاعبين أساسيين كيونس بالهندى حاكم زياش وأيوب الكعبي يرتقى بأن يجري الناخب المغربي إغذي غناغ تغييرات بإقهام لاعبين جدد من خلال منح الفرصة ولأول مرة للاعب أزيدالكمار الهولندي أسام الإدريسي وتجد ثقة في لعبين آخرين من قبيل الحارس المحمدي وليد أزارو وأمين حارت الهدف المنشود تحقيق فوز يحافظ به على المعنوية المرتفعة وذلك تحسبا للاستحقاقات القادمة لقاء إذا نوده لكن في مقام اللقاءات الجدية بين المنتخبين المغربي وتونسي هنا بالعاصمة التونسية لقاء من المرتقب أن يحذذ معالم المنتخب المغربي خلال الأشهر أو السنوات القادمة ترجمة نانسي قنقر